ما نقص عليهم إن شاء الله بارك الله فيكم مشكورة مشكورة سادة عبدالله حياة شاء الله مشكورة أختي يمكن هي تكلمت على المسترجلات وعبد الشيطان هذا راح أتكلم فيه في آخر الحلقة بس خلني أتكلم على مليئة الهروب وقال وتعذيب تعذبون أنتوا النزلاء عندكم أنا والله يعني الأخت زر الله خير على كلامها أنا بسكت إدارة رعاية الأحداث من 2006 يعني ما أذكر عندنا حالة هروب واحدة ما أذكر زهيد وهذا واحد يعني من 2006 إلى حد الآن من 2006 إلى مدير إدارة ما أذكر أني أنا أذكر أنه صارت عندنا حروب حدث عندنا هذا أمر الأمر الثاني أنا أحب أن أطمن الأخت يعني إحنا في إدارة رعاية الأحداث المشرف علينا المباشر نيابة الأحداث عندهم زيارات وكلا نيابة يعني بأسبوع مؤقبا ثلاث مرات مرتين يدخل جميع المؤسسات يلف لفة كاملة يطالع نزيل يطالع عندنا الله سلمك المركز الطبي يعني أي تغرير ينكتب عن ولد لما نقول والله الولد هذا مطقوق يكتب تغرير ويرسل للنيابة مباشرة فالأمر يعني أيضا أنا أحب أن أطمنها ذول أعيال نه زيين يبقى أن المشرفين موجودين والخصائي الموجودين يعني ما في حالة هروب يمكن إيه أختنا عهود يمكن تقول إنه في الجرائد في الجرائد أي نعم أي نعم الرعاية في مجموع من الفئات يعني مو بس أحداث في مفئات مختلفة إدارات إدارات وفئات ونزلة ومعني أشياء كثيرة على حسب كل تخصصات يعني ممكن حصل شيء في مثل هالأمور خاصة أنه يعني بعض الأمور اللي تصير وشغلات مثل هذه فتظهر إعلاميا عن طريق الصحوف وشغلات مثل بس أنا كمؤسسات عندي ست مؤسسات أحداث محكمين وضيافة اثنين يعني ما أذكر أنه تم اعتداء على نزيل أو حدث وعندنا الجرأة أن نقول أنه والله حصل الأمر وبعدين هذا قلت لك أنا في أول والتالي النيابة ورانة يعني من أمور يعني في جهة تراغبكم طبعا هي جهة وبعدين عندنا أولياء الأمور ينزرونهم يعني ولي أمر ما يدخل ويشوف ولده والله مطقوق ولا كذا ولا هذا يعني ما في شك أن هذا دكتور عبدالطيف قبل المكالمة تطرقت للجزئية مهمة ألا هي اللي هي قلت في ولي أمر ما يبي يدفع 100 دينار حق ابنه عشان يطلع به أنتوا قضائيا ما تلاحقونهم مثلا عندك حالة لما قعد معاها المصروح الاجتماعي والبحث الاجتماعي وخذ هذا الحالة لحظ أن هناك أهمال كبير من الأم والأب ما تلاحقونه قضائيا نحن طبعا في البداية قلت أن المشكلة في الولد قد تكون هو نفسه سلوك الولد عدواني وقد يكون هو متسبب في الجريمة وأن الأسرة الله يعينها عليهم يعني الأم والأب والله يعينهم على ولدهم ودائما مثل ما تقول متحمله مسؤوليته وقد يكون العكس يكون الولد متحمل مسؤولية سلوك أبوه وسلوك أمه سلوك أبوه وسلوك أمه يعني في عندنا حالات مثلا في رمضان نعمل زيارات نسمح له يروح بالعيد ولا أسمحه ينا الأبو والله يسلمك يسلم ولده حق الزيارة الخارجية سكران في أثناء يعني في نهار رمضان نحن فهذا يعني شون أمن الولد أنا مسوي له برنامج كامل وأعطيه ولده والولد الأبو جاي وهو سكران خايف عليه حتى من سياقة السيارة وهو طالع طبعا إضافة إلى ذلك يعني يعني سوء التعامل مع مع الولد اللي أصبح يقينا عندي أن الحراف اللي قاعد يصير في الولد هو سلوك أبو وطبعا له الحمد إحنا بتعاوننا مع النيابة قدرنا نضبط بعض السلوكيات يعني على سبيل المثال رفعت عليهم قضايا على الأباء نعم رفعنا عليهم قضايا للأباء و ألزمناهم عن طريق النيابة أن يحضرون عيالهم لأن بعضهم أي شي يعمل يأخذ الولد فترة الإجازة ولا يرجعه بحجة أنه والله أستغل ولدي في كذا وأستغل كذا وأني أنا أهمله ويتركها ما ليخلق أني أرجع ولا في الأمور مثلا مع أنه متعهد أخذ الولد و عودته و كتابة تغرير شوه سوى الولد خلال الإجازة وياه فيهمل هذا الأمر فعن طريق النيابة تم الاتصال فيهم و تم استدعائهم عن طريق الشرطة بأدوات النيابة و أحضار ولي الأمر و يعني متابعتها قضائيا طبعا إضافة إلى ذلك أنا ما أحب مثل ما تقول يعني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فقد أهلكهم يعني أنا أقصد يعني ظواهر العنف عند أولياء الأمور لأبنائهم شيء محزن و لكن ليس شائع ليس شائع و لكن هناك ظواهر و إحنا رفعنا عليهم قضايا يعني أنت تتكلم على الماء الحار داخل البانيو موجود يحط ابنائك طبعا تتكلم على الأوت يضربه على صدره موجود ليش هذا فلدة كبدة طبعا يعني أنا هذا اللي أقول لك يعني يعني سوء للأمر استغلال البنت من قبل غيرها من الموجودات داخل البيت أما زوجة الأب أو من الأم أو غير ذلك استغلال بكارتها و غير من الأمور هذه موجود و لكن هذا ليس شائع و لكن هذا يعني سيء و إحنا هذر الكويتين اللي يعذب ابنه اللي يفض بكارت بنته هذر الكويتين طبعا مجتمع للكويتين ما عنده هذه الصفات ما عنده طبعا طبعا يعني إحنا مسلم أنا هذا اللي قاعد أقول يعني إحنا مجتمع مسلم مجتمع عندنا عادات و تقاليد مجتمع له الحمد الثقافة التعليمية عالية يعني يعني مستوى التعليم عالي جدا التوجيه عن طريق قنواتكم عن طريق تلفزيونات الموجودة عن طريق الأمور قاعد ترفع مستوى الثقافة عند الناس و لكن مع ذلك هناك في ناس مرضى هناك في ناس مرضى يعني أنا أتصور شنو حجم المرض عند الأب لما يقعد ولده و يكتفه و يحرقه بالأتي يعني شنو 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 الجريم ما في جريمها ما في تعال سكر الباب براك ما سكر الباب تعال أنت ما تسمع كلامي بس هذا ما في يعني لما تشوف ملف الولد دكتور في حالة سبحان الله أنه اليوم عندي كان أحد الخوان أسلف عنه عن تربية الأبناء عندي حلقة اليوم مع الدكتور عبدالطيف السنان و أصوله له يقول عرف شخص نعم عنده أبن قايم دوره الأبوي معاه نعم يعني اهتمام يقول و مفر له كل شي يبيه كذا بس أنه أبي هالولد أفتخر فيه في المستقبل يقول الولد منحرف الولد عنده تصرفات غريبة لا أعلم منه جابها لي نعم وصل مرحلة أنه حتى باب غرفته دكتور حطه سجن حديد نعم و يقفل عليه يقول أديش البيت أشوفه يقول لما أدري أن أولدي فلان خارج البيت يقول والله الأظيم من عامل النفس يقول ما أرتاح من عامل النفس يرفع الجهاز يقول حتى سيرفس عشان سيرفس رافعه يستخدم يقول داري راح يجيلي اتصال يسارك سيارة يطاق واحد بسكين يعم عامل يعني يقول يعني أحمد ربي إذا مشاجرة الأيادي و ليس بأل حادة نعم هذا النوع الثاني وهو الله يعين مثل ما قلنا أولياء الأمور على عيانهم هناك بعض الأبناء مرضى يحتاجون علاج ولكن للأسف أن الأب ما اكتشف أن أولده معاق ذهنيا أما عنده عنف عنده حب للنظر للدم ما يستمتع لما يشوف الدم جدامه ما يستمتع لما يعني ياخذ السيارة و يشفط فيها لما يهريها و يتركها عرف شون يعني متعتها الأمر هذا إضافة إلى ذلك البنات يعني البنت تكون محتاجة يعني تكون محتاجة للموارسة و محتاجة لهذا فتجد الأب يعني مبتلش يعني قلوا أنا ما سوى فيها و طبعا هذه أمراض أمراض تحتاج إلى طب نفسي وتحتاج إلى إداعات وتحتاج إلى أدوية كلينيكية يعني ولكن الأب ما اكتشف أنه بنته مريضة الأب ما اكتشف أنه ولده مريض يعني أنا خناتكلم على شغلة وحدة يعني بطء التعليم يعني في بعض الأولاد عنده الأب عنده أربع عيال كلهم متفوقين هذا الولد يدوب دور ثاني مادتين بعدين يسقط و كذا و تشوف الأب يشحن أنت أخوانك كلهم كوملو والأم تشحن فيه و أنت كلهم و هذا مسكين عنده بطء تعليم ما عنده مشكلة عيب خلقي يعني الدور شو يسوي أود دكتور طبعا طبعا أنت لازم تساعد ولدك على التعليم حط له مدرسين حطيت لكذا و رحت عند المدرسين نروح أنت ما اكتشفت أن ولدك عنده بطء تعليم المادة العلمية اللي هذا قاعد يسرح فيها نصه قاعد يحضر المدارس رح ينقلب الولد بعد ما ينشد عليه بالعنف و الأم تنشد عليه بالعنف رح ينقلب الولد إلى أن يكره البيت و يكره أسرة و يكره التحدي اللي قاعد يتحدونه فيه حتى يكره أخوانه طبعا يصير عنده هذا فلذلك على الأسرة نسوه ما يسوي و إذا قلت ذكرت أنه لا تطق الولد لا تحبط نفسيا هذا يعرض على دكتور نفسي أخذها أود دكتور مثل الله لا يقول يصيب إنسان بمرض السكر أو يصيب الإنسان بأي مرض شو يسوي أنا لما أشوف أولدي في هذا المرض البطء التعليمي لازم أود لي حق دكتور ريالجة و العنف الزائد العنف أود دكتور نفسي طبعا النشاط الزائد النشاط الزائد في أولاد عندنا ما تنام يعني الأبو يقول يا جماعة والله ما أقدر عليه شو ما تقدر عليه قل والله ما يعني طاقة طاقة شيء مطبيعي وهذا طبعا حرج من أول يوم لأخر من أول يوم لا بالليل يطلع مدرسة لابس يدومه يكمل أنت ترجع دوامك وترجع تعبان و أخوانا كلهم تعبانين إلا هذا إلى ساعة دعش بالليل ثم ينام لساعتين و يضع يعني و البنت نفس الموضوع والقوة و نشاط هذا ما في شك أنه هذه يعاقة ذهنية هذا يبيل علاج يبيل هرمونات يبيل عنديا صحية تكسر إذا رب أسرة ربنا ما قدر يسيطر عليه نعم رب أسرة ربنا ما قدر يسيطر عليه شون عملية راح يسلمه لكم شو الإجراءات اللي يتبعها طبعا فيه إجراءات أما بالاتصال معنا و كذا و إذا كان الولد يعني يقدر الأبو يقنع أنه والله إحنا بن عالجك وبن كذا بعض الأولاد يوم مع أباهاتهم يقول والله يبقى أنا ما صارت هذه الحالات و طبعا طبعا كثير و يشعر أن أبو يعني سلطة عليه فييبه إذا والله شعر الأب قال يا جماعة خلاص أنا إذا صدتوا خذوه إذا صدتوا خذوه لا تيبون عندي فلما يمسك طبعا بالتعاون مع شرطة الأحداث و كذا فيكون طبعا عادة أن يكون في الجمعيات التعاونية في الحدائق الأطفال هذه اللي قريبة من البيت طول الليل دايم فيها يعني فإحنا نحاول نشوف منه أصحابه منه ربعا منه كذا نمسك الولد و نيبه عندنا و يتم متابعة دراسته متابعة سلوكه نعرضه على الدكتور نفساني نساعد مع الأبو طبعا ما في شك أن أبوهاته يوني يبتشون يعني ما هو فرحان الأب لما يشوف ولده و كذلك الأم ما هي فرحان لما تشوف ولدها بالمؤسسات هذه ولكن الله عز وجل ابتلاها بهذا الأمر فعليها الصبر وعليها الدعاء وعليها متابعة علاج ولده نفس الموضوع بالنسبة لل الحالات هذه اللي دشت عندكم دكتور واقع أن دش منحرف طلع من عندكم و راح لأمه و أبوه رجع لهم بعد ما صار شخص ثاني يقول ما هذا ولدي اللي أنا سلمته قبل سنة أو ستة شهر أو سنتين طبعا طبعا يعني أنا أشوف تعديل سلوك إنسان أصعب شيء في العالم يعني اليوم أنت لما تودي سيدي تقول ما يا جماعة السخولية يعني بثوان ينسخ و ينسخ صح ما ينسخ خلط ولكن لما تجد تعديل سلوك إنسان من إلى على حسب المراحل اللي كان فيها أنا أقول لك يعني الله الحمد إحنا نفتخر أن ما يسمى بالعائدين ما يسمى بالعائدين يعني لما يهي الولد يقعد عندنا فترة ثم يروح مع عسرته نسبة العودة قليلة نسبة العودة لما تتصل الأم والله أنا قعدت عندكم شهر والحين ما أدري عنه ما أدري إيش و كذا تعالوا مرة ثانية يبوه نسبة العودة قليلة وإن كنا نحن يعني نتواصل مع الأسرة بعد ما نسلم إياها نتواصل معها خاصة الاختبارات القضائية أن كل شهر على الأقل مرة ومرتين على حسب حالة الولد يتيب عندنا نشوفه إزاي شنو وضعها شنو دراستها شنو كذا ييتها عندنا المؤسسة لا شك إنه يعني يشعر أنه في رقابة من قبل الوزارة من قبل الهذا يعني ما في شك يعني من الأمور هذه يعني عملية الإصلاح مهم جدا وهذول عيالنا وإحنا ما نفرح إلا لما نشوف الولد صحة تردت له وعافيته لأن بعضهم إيك يخرع يعني بس الآن اللي شفتها دكتور معاك بالأمالة حتى تأثرت فيها الآن شون يطاوع أب ابنه فلدت كبده منشتفه ويحطها يطقها بالكوايا يحرقها طبعا طبعا أو يحطها ماء حار يعني يعني أبس تقبلها الآن ومن الوقت الحالي والله العظيم شيني قاعد تخيل أقول شون يطاوع قلبه أنا لو طق ولدك كف بالغلط تبكي قبله يعني بدك تشارك اي نعم شون طاوع قلبه هذا طبعا هذه يعني سبحان الله الرحمة نزعت من قلبه يعني بنتك يعني أنت تخاف على سمعتها أنت تروح تطعم في بنتك اي نعم اي نعم اللي فضت بكارتها يعني في ناس يعني الله حوله والقوة الله بالله ما هم بشر ما هم بشر يعني ضعف إيمان وقاحة وسوء ولا شك أن هذول نخشى على ذرية منهم لذلك يعني دورنا أن نحتضن هذه المجاميع من العيال والبنات ونقوم بتربيتهم ونعطيها الأب العم والخال زي يعني نتصل بالعم والخال ونسلم إياه ونقول له خلى عندك هذا ولدكم هذا يشاهد اسمكم لا تركونا عند أبوه أبوه مو مهتم فيه طبعا أبوه مهتم أو الأبوه يكون معاقص يشرب أو فاقد الوعي عنده اهتمام آخر في أموره الشخصية الدينوية اللي هو عايشة دكتورة فترة الصيف تكثر هذه الحالات عندكم فترة الصيف الله يسلمك هذه طبعا نعمة من الله عز وجل أن الله أمنى علينا في هذه البلد أن تكون عندنا إجازات مثل هذه أربع شهور وهذه من بركات الله عز وجل ثم من نعم الله عز وجل أن عيالنا ما هم مطلوب منهم للتعليم يعني اليوم نسبة كبيرة من المواطنين ما هم مطلوب مننا أنه لما يخلص من الامتحانات يروح يشتغل علشان يحصل فلوس يدفع الرسوم للكورس الجاي يعني نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي ما عنده هذه المسئولية اللي هو توفير ولكن عنده إجازة مرتاح منها لذلك عدم استغلال الإجازة صح رح يكون مصير الولد إلى مؤسسات إصلاحية الأحداث كم يثال شي سوون بالصيف بالصيف طبعا ما في شك أصحاب السوء بالدرجة الأولى ترك إذا كان عنده أصحاب تغير يطلع يرد الساعة 12 بالليل سافروا عنه ربعا اللي هم عايش معاهم في المدرسة وكذا سافروا أشهر وبالي قال اللي فلان وفلان اللي يعني عليه دور ثاني واللي ساقط وكذا الأمر الثاني الأماكن اللي يروح لها الطفل ونحن هذه المشكلة